السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقادكم عزيزي المشاهدين بكل خير اليوم جايب لكم أخبار جديدة تنشر لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم كشفت تيوتا عن البرادو 2024 وعن الاند كروزر رانكل 70 طرازل 2024 بس أنا جايب لكم أخبار حصرية عن التيوتا لاند كروزر بيكب شاص 2024 اللي رح توصل أسواقنا بعد شهرين إن شاء الله بإذن الله الشاص 2024 رح يوصلنا بالمواصفات والتحديثات الجديدة اللي من ضمنها توفر لأول مرة بناقل الحركة الأوتوماتيكي أبرز التغييرات من الداخل رح يتغير تصميم العدادات العدادات رح تكون Optron ويتوفر بداخلها شاشة معلومات مقاس 4.2 إنش وأيضا رح توفر عليها شاشة جديدة عليها برنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو مقاس 6.7 إنش تصميم المقاعد رح يكون جديد مع إلغاء مواصفة أيريال المذيع الأوتوماتيكي ليتحول إلى لاقت لاسلكي أبرز التغييرات الخارجية رح تكون على مستوى الواجهة الأمامية اللي رح توفر عليها مصابيح أمامية من نوع LED مع LED النهاري الشاص 2024 رح يتوفر في أسواقنا بمحرك جديد توربو ديزل مكون من 4 سطوانات بسعة 2800 سيسي 2.8 لتر بقوة 201 حصان والعزم 500 نيوتن متر هذا المحرك رح يكون متصل بناقل حركة أوتوماتيكية من 6 سرعات محركة 8 سطوانات توربو ديزل بسعة 4500 سيسي اللي ولد قوة 222 حصان والعزم 430 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات رح يستمر على موديل الـ 2024 أمام حركة البنزين المعتاد على التيوتا لند كروزر شاص رح يكون مكوة من 6 سطوانات بسعة 4000 سيسي 4 لترات بقوة 228 حصان والعزم 360 نيوتن متر ورح يتوفر عليه لأول مرة ناقل الحركة أوتوماتيكية معدل استهلاك المحرك الجديد التوربو ديزل بسعة 2800 سيسي رح يكون اللتر الواحد من الديزل يقطع مسافة 11 كيلو و700 متر والتقييم جيد جدا أما معدل استهلاك محرك البنزين بسعة 4000 سيسي مع توفر ناقل الحركة الأوتوماتيكية رح يكون اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 8 كيلو مترات والتقييم سيء جدا ومن المتوقع وصول التيوتا لاند كروزر بيكا بشاص 2024 بالتحديثات الجديدة في أسواقنا خلال فترة شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل إن شاء الله لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي رح ترضيكم إن شاء الله إذا مشاهدين لا تنسوني من اللايك اللايك حمسني للإستمرار أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه الأخبار الجديدة للتيوتا لاند كروزر بيكا بشاص ترازل 2024 تحيات لجميع المشاهدين أخوكم ياسر الفرسي